هل فعلاً وكما أسمع ويوششون بإذني أو هي حقيقة أنه الآن الإطار التنسيق أو قيادات مهمة بالإطار التنسيق تعمل على صناعة قيادات سنية جديدة للمرحلة المقبلة تتعامل معها وفقاً لخطها ومنهجها صحيح؟ إذا تتكلم معهم المعلومة صحيح بصيغة السؤال فهمت السؤال أنه فعلاً حديثهم الآن خاصة أننا نتحدث معهم أو الآخرين نتحدثهم معهم يقولون أننا أخطأنا من أويابة تتحدثون؟ أويابة القيادات بالإطار أي يقولون نحن أخطأنا أخطأنا في أننا ذهبنا إلى أشخاص بطيعين أشخاص تابعين أشخاص يعني ما عندهم قدرة على التكافؤ فهذا الموضوع كان خطأ يجب أن نبحث عن الأقوياء لكي نبني بلا سوية هكذا هو المنطق الذي يتكلمون به هل سيعملوه أم لا؟ الخبر عندك وعند الأقوي الخبر عندك شنانا؟ أي يوم أنت وسوسوا لك هواي جماعة ويقولون لك يحشونوا إياك نحن يعني أنت كان عندك لقاء قريب قبل فترة مع قيادات من الإطار التنسيقي؟ أشوفهم يعني ما قطعت علاقاتي بيهم علاقاتي على المستوى الشخصي موجودة بس الزيارات أو اللقاءات متباعدة طالما الحديث مع الأخوتي بالإطار صار بالبنط العريض على قولة المصري يقول نحن أقطعنا وكذا لماذا الإطار هو الذي يعمل على صناعة قيادات سنية؟ لماذا لا تقول لهم اتركونا نصنع قياداتنا ونأتي إليكم؟ لماذا تصنعون أنتم؟ يعني ليش؟ ليش إحنا موافقين أنهم يصنعون؟ لماذا لا يواجه؟ هذا على أقل التقدير أنه من أصل الفكرة طالما أنتم اعترفتم قد أخطأتم اتركوا لنا الميدان لنصنع نحن من نعتقد به مثلما أنتم تصنعون في ساحاتكم شبه هذا الحجي؟ لا هذا الحجي ما بيشي هو الحقيقة حتى تصنع قيادات وطنية حقيقية قوية في الوسط السني مطلوب من قيادات الإطار أن لا تتدخل لتقوية مجاميع معينة يعتقدون أنهم الأنسب بحكم كونهم أتباع يعملوا على أنه ينموهم ويقووهم على حساب القوة الوطنية الأخرى هذا المطلوب مو أنه يصنعون من عندنا قيادات لا المطلوب أنه يكفوا عن التزامهم لشخصيات معينة التزموهم بمرحلة من المراحل ومشوهم حتى يضعفوا القيادات الأساسية لا إله إلا الله أعوذ بالله منك يا للساني ترجمة نانسي قنقر